بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالله سبحانه وتعالى سخر الناس لخدمة بعضهم البعض وجعل سبحانه وتعالى النظام الاجتماعي نظاما متكاملا يقدم فيه كل فرد دوره لخدمة أخيه الإنسان فالله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يتحدث عن هذا الأمر فيقول سبحانه وتعالى ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية فالإنسان مطلوب منه أن يكون في خدمة أخيه الإنسان لماذا؟ لأنه لا يستطيع أحد أن يعيش في هذه الدنيا بمفرده كل واحد منا في حاجة إلى خدمة أخيه ولذلك كان الصالحون دائما ما يعبرون بقولهم إنما المرء بإخوانه نعم إنما المرء بإخوانه فالمرء لا يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا وحيدا منفردا ويستغني عن خدمات باقي أفراد هذا المجتمع ولهذا نجد الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يؤسس لهذا البناء الاجتماعي تأسيسا متينا من لحظة أن يولد الإنسان فيوصي رب العالمين سبحانه وتعالى الوالدين برعاية هذا المولود ويجعل لهذا المولود حقا على والديه حتى يشب وحتى ينشأ في المجتمع عنصرا صالحا يستفيد منه الناس ويقدم خدماته لهذا المجتمع وبعد هذا يوصي رب العالمين سبحانه وتعالى الابن برعاية والديه ويوصي الحق سبحانه وتعالى الناس بأن يصلوا أرحامهم فتتقوى العلاقات الاجتماعية وتتقوى أواصر المحبة بين جميع أفراد المجتمع ونجد الحق سبحانه وتعالى يوصي بالضعفاء ويوصي بالمساكين ويوصي بالفقراء ويوصي بذو الحاجات كل هذا يعد رباطا اجتماعيا يؤسس المجتمع على أساس متين ليس فيه مكان للضعف وليس فيه مكان للهوان نجد الحق سبحانه وتعالى يوصي بالوالدين فيقول سبحانه وتعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الأمر الذي يلي الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى هو وصية بالوالدين نعم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فهذا من أسس البناء الاجتماعي أن الإنسان يكون بارا بوالديه ويقوم على خدمتهما ويقوم على رعايتهما فماذا عن إخوانه وماذا عن أقاربه وماذا عن ذوي رحمه فيوصي بهم الحق سبحانه وتعالى فبعد الأمر برعاية الوالدين وبالوالدين إحسانة يقول وَبِذِي الْقُرْبَى فيجب على الإنساء أن يكون واصلا لرحمه ولعل الحق سبحانه وتعالى ينبهنا في القرآن الكريم إلى أن قطيعة الأرحام تعد من وسائل الإفساد في المجتمعات نعم هذا حق ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة سيدنا محمد حينما قال فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ نعم قطيعة الأرحام تعد إفسادا في الأرض لماذا؟ لأنه إذا تصورنا أن مجتمعا الناس فيه قطعوا أرحامهم فكل واحد يكره أقاربه وكل واحد لا يحب ذوي رحمه وكل الناس ينفر بعضهم من بعض فعلى أي شيء يتعاونون؟ وكيف يساهمون في حفظ أمن هذا المجتمع؟ وكيف يساهمون في استقرار هذا المجتمع؟ وكيف يساهمون في تحقيق الرفعة والخير لهذا المجتمع؟ الإسهام في تحقيق الخير للمجتمع يحتاج إلى تعاون ويحتاج إلى تكاتف ويحتاج إلى توحيد للجهود وهذا لن يتأتى إلا إذا كانت هناك روابط قوية تربط الناس بعضهم ببعض فهكذا يعلمنا رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن الكريم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذل قربا فماذا عن الضعفاء؟ وماذا عن المساكين؟ وماذا عن ذو الحاجات؟ لم ينسهم رب العالمين سبحانه وتعالى وإنما رب العالمين سبحانه وتعالى أوصانا أن نهتم بشأنهم وأن نقوم على رعايتهم فقال سبحانه وتعالى وبذل قربا واليتاما والمساكين والجار ذل قربا والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكة أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وهذا النظام إذا تحقق بهذا الشكل المتكامل فإنه يكفل لهذا المجتمع استقرارا وحفظ أمن ويجلب لهذا المجتمع تعاونا يجد منه المجتمع كل خير ويسهم في بناء هذه المجتمعات وحفظ أمنها واستقرارها هذا وبالله تعالى التوفيق صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين